نرجع برضو نتكلم معاك وزي ما كنتم متعودين معانا في اي موسم قبل كده نحن بنقدم نصايح وبنقدم بعض المعلومات علشان كده انا هزنق دكتور احمد النهاردة في حتة صغيرة كده وهي تغيير الفصول الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بيبقى فيه مشاكل كتير جدا خلي بالك ناس بتخفف قوي الناس اللي بتفضل لسه متقلة فممكن انه هم يتحروا يعرقوا فياخدوا برض نتيجة العرق ده يعملوا ايه يتصرفوا زي انت عارفة احنا بنابقى سريعين جدا في الاستجابة لموضوع تغيير الفصول ودائما الناس بالزرق وحتلاقي ناس كهير جدا بيعانوا من فكرة البرد يمكن التخلص من المشاكل البسيطة بتاعت البرد يعني حاجات بسيطة ممكن بناقدر نعملها انت عندك من ضمن اهم الحاجات فيتامين سي فيتامين سي صحيح هو مش هيمنع البرد تماما ولكن حتى على اقل تأدير مدة البرد نفسها مثلا لو مقدر انه يقعد عشر تيام حيبقى أقل فدي مهم جدا فيتامين سي بزاعة الاطفال بتوع اللي في المدرسة فيتامين سي بتخديم الفواكه الحمضية بتخديم من الخضار من حاجة زي السبانخ مثلا البروتين من الحاجات المهمة جدا أكلها بالذات الكبار السنة والاطفال برضو البروتين زي الحاجات اللي موجودة اللحوم وصدور الفراخ والكلام ده كله حتى والبقليات بتبقى كويسة جدا من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي عاوزين نعلمها الاطفال ونعلمها للكل هي استخدام المناديل والحاجات اللي ممكن تكون بتطهر إيدينا مباشرة بعد بالذات الفترة اللي بيكون فيها الطفل عنده برد أو الكبير عنده برد ما يبقى دايما فيه أنفي سيبتك جيل أو المناديل اللي هي المبللة بنقدر نمسح بيها المنطقة اللي إحنا إيدينا دايما بالذات لما ما مسكين أي تيبل أو أي حاجة أو أي ديسك نعلم أطفالنا إزاي يمسحوا إيديهم يعني فيه دراسة كده بتقول إحنا قد إيه بنمسك وشنا أو بنمسك الأنف كم مرة في اليوم بيقولوا إن الإنسان بيمسك المنطقة دي الأنف أو وشه حوالي أربع إلى خمس مرات في الساعة طبعا كمية مايكروبات مالهاش عدم بالضبط فدي مهمة جدا إن ناخد بالنا منها دايما في الفترة بتاعتغيير الفصول يتوفر دايما المناديل اللي بتتريميها على طول بلاش نستخدم المناديل أو نقمد المناديل معنا فترة طويلة بالضبط بلاشت المناديل بفترة طويلة نستخدم المناديل وبنرميها على طول طبعا من ضمن أهم الحاجات عشان تقومي البرد في فترات تغيير الفصول هو الميا الميا اللي أغلب الناس مش مركزين فيها خالص والغالبية العظماء لدرجة إن فيه بعض الناس تقولك إحنا بنحبش نشرب الميا أيو فعلا ممكن في ناس نشرب كباش صبح وخلاص بينسوا يشربوا أصلا بأي يوم نعلم نفسنا كده ونعلم أولادنا كده مهم جدا عشان الميا حتحمل حاجة تانية الاسترس والضغوط العصبية نحاول نقللها شوية فيه حاجة زي اليوجا مهمة جدا نستخدمها في الفترة بتاعت التغيير الفصول يمكن حنعمل ده وحنجيب حد متخصص في اليوجا يبدأ يوضح لنا المولودة محتاجة أنا ده قوي لا حنعمل كده حنعمل كده